اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان كل ما كانت المنظومة برمجة كل ما قال الاسلاك والتوصيلات الكهربية الخاصة بها فبالتالي احنا هنا في درسنا ان شاء الله هكونوا النهاردة هنتنول مع بعض ازاي نستطيع ان احنا نقلل التشابكات السلكية دي عن طريق ان انا اقلل عدد المداخل والمخارج المستخدمة اللي موجودة معايا في المنظومة اللي عندي وطالما انا هقدر استغلل عدد المداخل المخارج الموجودة معانا يبقى ان هستطيع ان انا اسهل عملية اكتشاف العطال وسهل عملية الصيانة وكمان مش بس كده الانظمة دي او الوحدات دي بتتباع بأسعار مختلفة واسعارها بتتوافق مع عدد الامكانيات اللي بيكون موجودة خاصة في كل جهاز ومن ضمن الامكانيات دي عدد المداخل والمخارج الموجودة في الجهاز التحكم بتاعي دي عددها قديم طبعا كل ما بتزيد عدد المداخل وكل ما بتزيد عدد المخارج الموجودة معايا كل ما بتزيد تكلفة الوحدة وسعر الوحدة فإحنا المهاردة كان هدفنا وإن شاء الله بأمر الله أن إحنا نأخذ زي نقلل عدد المداخل والمخارج الموجودة معي فبالتالي أنا هستخدم جهازي ديني نفس الغرض ونفس الحاجة اللي أنا مطلوبة عندي من منظومة التحكم ولكن بعدد مداخل أقل وعدد مخارج أقل فبالتالي أنا هقلل في التكلفة وهسهل عملية الصيانة طيب يعني بالكلام ده أنا باستخدمه بناء عن إيه باستخدم الكلام ده بناء أن أنا عندي بعض العلاقات المنطقية والعلاقات المنطقية دي بتكون مجموعة معادلات موجودة معانا وإزاي المعادلات دي لها خصائص ولها أصول لابد نحن نتعرفه ولكن إحنا مش هنحاول مش هنحفظ معادلات إحنا بنحاول نفهم المخاططات الموجودة معي يا جماعة اللي هي مصارات الطارق الكهرابي والأنظمة المختلفة إزاي أحقق المعادلة أو أنا أطلع الناتج بتاع المعادلة دي من غير محفظ أي معادلة موجودة معانا طيب إحنا النهاردة يبقى أساسي هنستخدم مع بعضهم أمر الله هنتعرف يعني إيه هو الهدف أو الغرض من اختصار الدوائر المنطقية ثاني جزئية بأمر الله هناخد إيه المعادلات والعلاقات الرياضية والعلاقات المنطقية اللي هستخدمها في عملية الاختصار تمام؟ كمان بعد كده هناخد تطبيق وبعض المسائل الموجودة عندي على اختصار الدوائر المنطقية بأمر الله إن شاء الله تعالوا نبص كده مع بعض على أو جزئية كلمنا عليها؟ إيه هو الغرض من اختصار الدوائر المنطقية أو الهدف من اختصار الدوائر المنطقية اختصار الدوائر المنطقية هنا لو دين بصير قدامنا هو أنا بستخدم عقل عدد من الدخول فبالتالي أنا ببسط دائرة التحكم وبالتالي بسهل عملية الصيانة الصيانة الموجودة عندي طبعا في أقل وقت ممكن أي منظومة منظومة الصناعية يا جماعة نظم بيليسيب السيادة فيها فبالتالي أنا ما ينفعش أنه نوقف منظومة التحكم أو ما يوقف المنظومة الصناعية بتاعتي ولو دقائق ممكن تخسرني كتير جدا فبالتالي أنا محتاج أن أكتشف العطلة في أسرع وقت ممكن ويتم إصلاحه في أسرع وقت ممكن موجود معايا يبقى أنا أنا هيقدي هنا إن أنا مبسط الدوائر المنطقية إن أنا هستخدم عدد المداخل أقل فبالتالي دا للتحكم بتاعتي هتكون أسهل عملية الصيانة هتتم في وقت أقل فبالتالي كمان أنا هستخدم وحدات معالجة عدد عدد أقل ومنسمى الثمن أو السعر التكلفة بتاعتي حيئل يبقى لو طلب مني وقال لي ما هو الغرض من اختصار الدور المنطقية بالموجود معايا هقول له الغرض هو استخدام أقل عدد من الدخول وده كلام دا بيسهل أو دا لتتحكم وبالتالي بيسهل عملية الصيانة اللازمة في أقل وقت ممكن طب واستخدام وحدات زي عدد أقل بيؤدي إن أنا بستخدم هنا عملية التكلفة بتاعتي بتكون أقل أو السعر اللي بدفعه بيبقى التمم بتاعه أقل طيب تعالوا نشوف مع بعض كده إيه هو المعادلات والجداول والنظريات اللي احنا بستخدمها في اختصار الدوائر المنطقية لو أنا عندي قدامي زي ما قدامنا كده دا لتحكم زي دي الدارة دي عبارة عن سويتش مفتاح X1 وفي عبارة عن وصلة ولكنه وصلة دي في حالة فتح 0 أنا بعتبر وصلة ما هيش مفتاح يبقى أنا بقوله في حالة إيه 0 لو كانت الوصلة دي في حالة اتصال موجود معايا يعني لو قلت X1 يا طرق فيه كهربا هتعدي ما فيش كهربا هتعدي طول ما ده فاصل بصفر يبقى مش فيش كهربا هتعدي يعني لو قلت X1 المفروض يديني إيه يديني 0 تعالوا نبص كده على المعادلة بتاعتي لو عندك هنا علاقة منطقية ويديك فيها X1 وتقولي علاقة تولي مع بعض معي 0 الناتج بتاعه يبقى إيه هيكون 0 طب لو احنا خدنا نفس الكلام بس توازي اللي هي أور يعني لو كان عدي مفتاح موجود معي X1 وهو توازي مع وصلة حالتها 0 موجودة معايا يبقى لو قلت X1 R0 طب ما هي من ناحية الزيرو كده كان مش هتعدي كهربا طب عشان تعدي من ناحية واحد لازم أضغط على X1 يعني لو قلت X1 R0 المفروض تكون XA X1 دي المعادلة اللي موجودة معايا يبقى X1 R0 بتساوي X1 إذن هنا أنا بختصر هنا المعادلات الموجودة معايا أو حالة من حالات الدايرة دي إذن أنا ممكن أشيل هنا العلاقة اللي موجودة بحية اليسار اللي هو X1 R0 وحط ما كانهم بس X1 أو المعادلة الأولية X1 and 0 وحط ما كانها إيه 0 تمام؟ طيب نجي نبص عندي العلاقة دي لو كانت الوصلة اللي احنا كنا بقول في وضع فاتح دي اللي كانت بقت في حال التوصيل فهنا هقول X1 and 1 X1 and A واحد برضو عشان كهربا تمر هنا جماعة لازم أضغط على المفتاح X1 يكون إيجابي فبالتالي لابد هنا يكون في X1 موجود معي يعني لو قلت X1 and 1 المفروض تديني X1 زي ما قدامنا كده طيب لو عندي علاقة تانية هنا بس هيكون توازي لو قلت X1 or خلاص 1 X1 or A1 أنا من غير مضغط على المفتاح الكهربا معدية من خلال المصار دا ولا مش بمعدية معدية فبالتالي أنا كده كده في حالة اتصال يبقى أنا ما كنتش مستني X1 ان يوصل ولا ما وصلش لأ أنا هنا كهربا في حالة اتصال بشكل مباشر يعني لو قلت X1 or 1 بتساوي 1 يعني هنا X1 or 1 تساوي مين تساوي 1 طيب تعال في بعض علاقات تانية شوف علاقة تانية من علاقات اللي عندي لو عندي هنا مفتاحين اتنين X1 والمفتاح تاني واخد منه نقطة تلامس تانية X1 واللي اتنين توالي مع بعض تمام أنا لو خلت المفتاح لفوق ضغط عليه هيوصل لفوق وهو هو اللي تحت فاللي تحت كمان هيوصل إذن بضغطة واحدة من X1 هيوصل لتنين لو فصلت هيوصل لتنين يعني أنا يكفيني بدل ما أقول X1 and X1 مرتين خد منهم مفتاح واحد يبقى بتساوي X1 يبقى لو قلت X1 and X1 هيساوي مين X1 طيب لو عندي هنا مفتاحين دولة توازم يعني X1 كمفتاح توازم مع مفتاح تاني X1 بس هو نفس الرياش تلامس بتاعي يبقى أنا برضو هنا لو ضغطت على المفتاح ده الكهربا تعدي من أي واحد فيهم يعني أنا اتعديت مسؤولت X1 or X1 لو ضغطت في أي ناحية هيمرر الكهربا يبقى عشانون X1 or X1 بكفية برضو مفتاح واحد فيهم اللي هو XA واحد يعني ممكن نستبدل الطرف الأيسر هنا من المعادلة X1 and X1 واشي لهم حط ما كانهم X1 أو من الطرف الأيسر الموجود معادلة التاني X1 or X1 الشي لهم حط ما كانهم XA X1 شوف علاقة تانية كده مع بعض لو كان المفتاح هندول بقى أو النفس المفتاح بس بتلامس مختلف يعني التلامس الأولين X1 حالته normal open والتلامس التاني حالته normal close في الحالة دي الكهربا بالوضع ده من غير ما تضغط على أي مفتاح هتعدي الكهربا مش هتعدي تمام فبالتالي المفروض قيمة 0 طب لو أنا بقى ضغطت على X1 طب ما هيوصل اللي فوق ويفتح اللي تحت هوصل اللي فوق ويفتح مين اللي تحت بقى برضو مش هتعدي إذن لو عندي مفتاح وهو هو نفس المفتاح بس ما كواحد normal open والتاني close والاتنين مع بعض توالي الناتج هيساوي صفر ودي من أهم المعادلات اللي احنا هنستخدمها في الاختصار بعد المعادلات إن شاء الله تعالوا نبص كنا مع بعض X1 X1 منفي المنفي احطه فوق الشرطة كده في المعادلة تمام زي ما نقولنا في حلقات قبل كده يبقى هنا X1 X1 منفي بتساوي 0 طب لو احنا جينا بصنا العلاقة دي خدناهم بقى مع بعض توازي يعني مفتاح معي X1 المفروض توازي مع X1 منفي مش كهربا معدية من خلال المفتاح الموجود ناحية المين ده معدية طب لو هنا ضغط على X1 اللي على المين هيفصل واللي على الشمال هيوصل برضو الكهربا هتعدي في كلتا الحالتين سواء ضغط على مفتاح أو مضغطش على مفتاح الكهربا معدية طب لو ما معدية يبقى دايما حالة إيجابية حالة إيجابية يعني ايه يعني بتساوي واحد يعني ممكن لو عندي مفتاح وعكسه أو مفتاح ونفيه تمام هو نفس المفتاح ده هقوله يساوي واحد يعني لو بصنا العلاقة ها X1 or X1 منفي دي هيتساوي معايا كم هيتساوي مين هيتساوي واحد طيب إذن أنا ههم علاقات موجودة عندي لو عندي هنا مفتاحين اتنين والمفاتيح في دايرة المكتيرة مثلا بتاعته وكان المفتاحين دولت مفتاح نقطة تلامس نورمال اوبن والنقطة التانية نورمال كولوس لو كانوا مع بعض توالي يبقى القيمة بتاعتهم بتساوي صفر أطلحهم المعادلة من البداية واختصر المعادلة الموجودة معايا يعني في كلتا الحالات الخارجي بتاع مش هيتحقق تمام طب لو كان المفتاح وهو نفس المفتاح ونفس رقمه بس التلامس ان اتنين مختلفين والعلاقة بينهم توازي هحطهم واشيء اللي ما كانوا محطوهم واحد تمام يعني لو قلت X1 or X1 منفي العلاقة بتاعتهم بتساوي ايه بتساوي واحد فبالتالي أنا ممكن هنا أنا بحط بعض الحاجات في دماغي ان انا نهارده لما اجي اختصر معادلة منطقية وقدامي معادلة استخرقتها من اي دار التحكم لقيت مفتاحين اتنين مع بعض عكسين مثلا مع بعض ونفس المسمى بس واحد normal open والتاني close او واحد مثلا ايجابي التاني منفي واللي اتنين توالي يبقى بصفر يبقى كل المعادلة بصفر طب لو كان الاتنين مثلا عندي توازي لا يبقى بواحد تمام أنا بكلم كل المعادلة مش كلها كل الحد اللي موجود فيه فقط اللي هو جزئية اللي هي التوالي الموجودة معايا طب تعالوا نشوف مع بعض بعض العلاقات التانية برضو اللي بستخدمها في اختصار الدوائر المنطقية اللي موجودة معنا لو بجينا بصنا كده وعندي مفتاحين اتنين وكان المفتاحين الموجودين معنا هنا على الشاشة قدامنا عمارة عن اتنين توالي بس كان فيهم مفتاح اكس واحد والتاني اكس اتنين يعني في عندي اكس واحد وفي عندي مين اكس اتنين لو عندي اكس واحد اند اكس اتنين انا مفيش هنا اختصار ولكن انا استطيع ان اختصر في ايه ان انا بدلهم يعني عملية الضرب عملية ابدالية يعني انا هنا بقعبر هنا عن عملية اند اللي هي التوالب بعملية الضرب فبالتالي هي عملية ابدالية يعني لو قلت اكس واحد اند اكس اتنين هي هي اكس اتنين اند اكس واحد يعني لو قلت ضربت واحد في اتنين هو الناتج هو هو لو ضربت اتنين في واحد تمام طب نفس الكلام لو عملته توازي يعني لو كان عندي مفتاحين x1 وx2 واللي اتنين مع بعض ايه توازي واللي اتنين مع بعض توازي نفس الكلام انا برضه هستفد ايه ان انا نهارده لو بدلت انا قلت واحد زائد اتنين هي اتنين زائد واحد ما انا بقولها انا عملية بوابة اور بتحقق عملية الجمع فبالتالي لو قلت انا x1 اور x2 تساوي x2 اور ايه اور x1 يبقى برضه انا لو عندي معادلة زي كده هستطيع وعشان ان اختصر حتة تاني محتاجة اللي بجزء معانا يبقى ممكن ابدل الاطراف او ابدل العناصر الداخل اللي الموجودة معايا تهن طيب لو جانا بصنا بقى في عندي حاجة اسمها قوانين التوزية ايه يا قوانين التوزية جاي لمعادلة بالصيغة اللي هموجودة عدامكم على حداركم ديه على الشمال x1 اور افتح قوس x2 and x3 and x4 ايه في القوس بتاني هل المعادلة الموجودة دي انا استطيع ان انا فكها بصيغة تانية اه طبعا هي موجودة عبارة عن x1 المفروض انه توازي مع x2 وبرضو x1 مشترك توازي مع x3 وبرضو x1 ده مشترك توازي مع x24 طب العلاقة بين الجو الاولاني والتاني والتالت ايه اللي هي العلاقات الداخلية اللي هاند يبقى انا هنا ممكن قدامنا العلاقة الموجودة قدامنا على الشمال دي افكها لطلت اقواس القوس الاولاني x1 اور x2 تمام القوس التانية x1 اور x3 طب ليه القوس التالت x1 اور x4 طب العلاقة بين الاقواس ايه اللي هي العلاقة الداخلية اللي ما بين عناصر الداخل اللي هي علامة اند اذا العلاقة بين القوس الاولاني والتاني اند وما بين التاني والتالت اند برضو الكلام ده لو انا عاكس الوضع الموجود معايا يعني لو كانت x1 الاشارة اللي برا هنا بالنسبة لي اند تمام يبقى x1 and x2 ده القوس الاولاني x1 and x3 ده القوس التاني x1 and x4 بعض القوس التالت طب العلاقة بين الاقواس ايه اللي هي العلاقة الداخلية الموجودة عندي دي الياور يبقى ما بين كل قوسين ما بين الاول والتاني علاقته مع بعض اور وما بين التاني والتالت علاقته مع بعض اور دي بنسميها قوانين التوزيع قوانين ايه التوزيع ان انا بفك الاقواس الموجودة معنا طب في عندي قوانين تاني اسمها قوانين دي مورجان دي مورجان ده قوانين في العلاقات المنطقية وده انا استطيع لو عندي مجموعة من المفاتيح وكل المفاتيح تتمنى فيها ببلوك واحد موجود معايا خلاص يعني اكس واحد اور اكس اتنين اور اكس تلاتة اور اكس اربعة كلهم منفيين ممكن اشيلهم وحطوا مكانهم برضو هما الاربع مفاتيح بس كل واحد منفي على حدة وقلب بدل اور تبقى اند يعني هنا اقول اكس واحد منفي اند اكس اتنين منفي اند اكس تلاتة منفي اند اكس اربعة منفي بحيث ان لو هستخدم الصيقة دي هتختصر معايا جزء تاني استدل الموجود معايا الشيق الموجود في الجهة اليسر ديت بتجزء الموجود في الجهة اليوم يعني انت بتحول عندك مجموعة مفاتيح موجود عندك اور كبلوك واحد الى مجموعة مفاتيح بس كل اللي بيتم ينفي كل مفتاح وكل عنصر لوحده على حدة طب برضو لو عكسنا لو انا قلت مسلا عايا اكس واحد اند اكس اتنين اند اكس تلاتة اند اكس اربعة كل ده منفي خلاص طب ممكن اقلبها بدل ما تبقى اند تبقى اور اه ممكن بس هيتم ينفي كل عنصر لوحده برضو على حدة بمعنى اكس واحد منفي اور اكس اتنين منفي اور اكس تلاتة منفي اور اكس اربعة ايه منفي دي بنسميها عندي قوانين ايه قوانين دي مرجعنا اذا انا النهاردة من خلال مجموعة العلاقات ومجموعة اللي موجودة عندي المعادلات اللي احنا اتكلمنا عليها دي مجموعة المعادلات دي حتستفاد منها وانا باختصر اي معادلة منطقية وبنطبق اي داير التحكم وممكن بعد الاقتصار نجيب بعض العلاقات اللي عندي استخدنت الاول لو كان عندي مفتاحين اتنين اهم علاقات هستفاد بها في بعض المسائل لو عندي مفتاحين اتنين والعلاقة ما بينهم اند وهم هم نفس الرياش يعني اكس واحد مثلا اند اكس واحد منفي الاناتك بتاعه يساوي صفر تمام ولو كان عندي اكس واحد اند اكس واحد او اور اكس واحد منفي العلاقة بتاعتهم هتساوي ايه هتساوي واحد لو عندي مفتاحين اكس واحد AND X2 ممكن أبدلهم وقول إن هو بتساوي X2 AND X1 أو العكس لو كانوا مع بعض OR طيب لو كان عندي مفتاحين 2 X1 OR X1 بنفس حالته يكفيني مفتاح واحد اللي أقول عليه X1 أو كانوا برضو AND يكفيني مفتاح واحد اللي أقول ter revenge A X1 منهم تمام؟ أنا مجموعة العلاقات الموجودة معي ختمنا قوانين التوزيع ختمنا قوانين ديمورجان الموجودة معانا إن شاء الله مع بعضها هنشوف بعض التطبعات وبعض الأمثلة اللي هنستخدم فيها إزاي يختصر المعادلات المنطقية بس قبل ما اختصر المعادلات المنطقية ازاي اطلع اي معادلة من اي مسألة تعالوا نبص كده معايا على المثال اللي قدامنا ده ده مثال هنا بيكون مديني هنا جدول احتمالات او جدول الحقيقة جدول الحقيقة من الدهون الجاهز بالشكل اللي انت شايفينه ده وعايز ايه الراجل موجود معنا قال لي اول حاجة من جدول الحقيقة الموضح بالشكل اللي قدامك المطلوب المعادلة المنطقية وعايز الرسم الرمزي للدائرة وعايز الرسم السلمي وعايز قيمة التعليمات الخاصة بالبرنامج المنطقي يبقى هنا اربع مطاليب موجودين معنا المعادلة المنطقية والرسم الرامزي للدائرة السلكية خلاص معايا خلاص وكمان الرسم السلمي وقيمة التعليمات مسائل الجدول او التابل اللي هو تراث تابل موجود معي جدول الاحتماية بتكون سهلة هو بيجيب لي حل ايه اللي ايه ايه اللي فيه عندك تلات دخولة اكس واحد و اكس اتنين و اكس تلاتة وعندك خارجي اللي هو واي تمام يبقى فيه تلات دخول وخارجي مين واي طب وايه اللي كمان ان الخارجي بتحقق عندي في اربع حالات كل الحالات اللي مكتوب وفيها الخارجي بواحد دي الخارجي فيها تحقق يعني انا هنا عندي الحالة الاولانية دي الواحد الاولاني في التاني في التالت في الرابع طيب اذا انا اول خطوة عندي انا عيني من الجدول على الحالات اللي الخارجي فيها بواحد وطالما الخارجي بتاعي اللي قدامي ده بواحد ببدأ اطلع بقى كل عنصر عشان ده يتحق الواحد الاولين ده لازم كان المفتاح الاولاني ايجابي اكس واحد ولازم كان التاني والتالت منفيين ليه عشان الصفر ده لما فيه بقى بواحد والصفر التاني لما فيه بقى بواحد اصبحت كل المعدلة بواحد وطالما التالتة مع بعض الانت يبقى لازم الخارج يبقى بواحد طب التانية دي موجودة معايا لازم يكون الاول والتاني منفيين ليه منفيين لان ذرت لما فيه بقى بواحد تبقى التلاتة هنا عناصر الدخل بواحد والتلاتة عند يبقى الخارجية يتحقق. لانه قلنا شرط بوابة عند الخارجة عشان يتحقق لازم تكون كل الدخول محققة. كل الدخول ايه? محققة. ازا نبقي العناصر هستخدمها كده. تعالوا بص كده اول حاجة لما جينا نستخدم ونطلع المعادلات بتاعتها عملنا ايه? اول معادلة قدامنا ايه? قلنا هنا المعادلة اكس واحد عند اكس اتنين عند اكس تلاتة. هراعي ان اكس اتنين دي بصفر واكس تلاتة بصفر. طالما دي بصفار يبقى حط هنا شرطة فوق اكس اتنين واكس تلاتة. عبا اعتبر ان دولات من فيين. دول ايه? من فيين. تمام? طيب المعادلة التانية دي بواحد اهي? خلاص? تعالوا نشوف كده معايا. هقول اكس واحد عند اكس اتنين عند اكس تلاتة. بس اول مفتاحين هما بصفار. يبقى اول مفتاحين هيكونوا من فيين اكس واحد منفي عندي اكس اتنين منفي عندي اكس ايه تلاتة. العلاقة اللي تحتها مباشرة. خلاص? تعال ان بص كده معي اكس واحد عندي اتنين عندي تلاتة. بس اكس تلاتة هو اللي بصفر. فبالتالي اكس تلاتة هيبقى ايه? منفي. اكس تلاتة بتاعي هيكون منفي. طيب نشوف العلاقة اللي تحتها. تمام? برضو هنا اكس واحد عندي اكس اتنين عندي اكس تلاتة. اللي في النص اللي هو X2 اللي بصفر يبقى X2 هو اللي هيبقى منفي يبقى أم حاطة شرطة عندي فوق X2 على اعتبار أن X2 منفي يبقى المعادلة هتقرأ X1 عندي X2 منفي عندي XA3 إذن دولت بمثابة المعادلات الأربع معادلات دولت بمثابة الأربع أقواس اللي احنا قلنا عليهم طب العلاقة بين الأقواس بتاعتها تكون إيه؟ علاقة بتاعتها تكون or تمام؟ والخارج بتاعي اسمه إيه؟ اسمه Y والدخول بتاعت X1 وX2 وX3 يعني لو بصنا للمعادلة بتاعت كده قد قدامنا هاي أول معادلة هقول للخارجي بتاعي Y يساوي القوص الأولاني X1 and X2 منفي and X3 منفي or افتح قوص اللي هو المجموعة الثانية X1 منفي and X2 منفي and X3 or المجموعة الثالثة X1 and X2 and X3 منفي or المجموعة الرابعة X1 and X2 منفي and XA X3 تمام؟ دي بالنسبة لي المعادلة المنطقية الموجودة معايا طب تعال نشوف إزاي بقى نعمل المطلوب التاني الرسم السلامي طب الرسم السلامي احنا قلنا بنحول الدائرة بتاعتك بيكون عندك خطوط الرفقية حولها راسية بس أنا ما عنديش هنا دائرة سلكية كل الموجودة أو كل العناصر الموجودة معايا يا جماعة تدي نفس المعنى يعني أنا بقول هنا المعادلة المنطقية بتغنيني عن دائرة سلكية بتغنيني عن مخاطر رمزي من خلالها أعرف أعمل كل حاجة توالي تمام؟ بس ما طلعتش خارج والمجموعة التانية فيه تلت مفاتيح توالي؟ طب العلاقة بين المجموعة دي والمجموعة دي ايه؟ توازي صح؟ يبقى هيكون معايا خط الأولاني فيه تلت مفاتيح عند وراعي من التاني والتالت شبقوا منفيين تمام؟ المجموعة التانية هيبقى فيه تلت مفاتيح عند بالعلاقة بنها توازي يبقى دي على خط جديد دي على خط ايه؟ جديد برضو تلت مفاتيح عند والأول والتاني منفيين يبقى برضو على خط جديد اكس واحد واتنين وايه? وتلات وتلات بس راعت تلات منفل. برضو الخط يبقى عندي هنا اربع خطوط يا جماعة. اربع خطوط دولات كل خط بيشتمل على تلات مفاتيح توالي. وكلهم بيتجمعوا مع بعض في الاخر ويطلع على الخارج بتاعي او الخارج بتاعي البرمج كان كيو زير زير او كيو زير واحد زي اما هفرد. تعالوا بسكرة معي الشكل هيبقى عمل ازاي? دي اول خطة معي هوت المجموعة الاولينية اكس واحد اتنين وتلاتة مان فيه فانا بعمل الشرطة المايلة دي. يبقى اي زير واحد اي زير اتنين اي زير وتلاتة. يفضل جدا ان انا استخدم يا جماعة الرموز اللي بتقومها موجودة معي. على الرسم السلامي الرموز برمجية. رموز ايه? برمجية. وليست رموز كهربائية. يبقى هنا بالرموز برمجية انا قلت انه بعبر عنه عن الدخل بالاي وعن الخارج بكيو. يبقى ده اي زير تلاتة. هراعي الاول والتالي منفي. يبقى انت فيهم الشرطة المايلة دي؟ اللي بتوضح ان المفتاح ده ايه? منفي. واكتب برضو رموز عليهم. طيب الانتخاط التالت. تلات مفاتيح انت. ما направقي ان المفتاح التالت منفي. يبقى المفتاح تلات قدامي اللي هو ايزل تلاتة منفي. فنفيته نفس الكلام. الرابع برضو تلاتة انت. اللي في المنتصف اللي هو اكس اتنين هو اللي منفي. يبقى اكس اتنين منفق. جمعت كل المجمعة مع بعضها عشان طلع على الخارجي بتاعي اللي هو وي ورمز البرمجي بتاع اللي هو كيو زيرو زير. بيبقى ده كده الرسم الايه السلامي اللي عندي للدائرة الموجودة معايا. وده الطلب التاني اللي من الطلبات الموجودة في الطبية اللي قدامنا. تعالوا نشوف مع بعض كده الحاجة التالتة هو الرمز المنطقي او الرسم الرمزي للدائرة. احنا بنحاول المعادلة بتاعتي. انا عندي كان البوابة الاولية التلات مفاتيح اند صح? ادي تلات مفاتيح اند. بوابة اند. بتلات دخول هو اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة. ممكن زي ما قدامنا كده في المخطط باعمل اللي التلاتة دولة وارجع اخد منهم تكل واحد تفريعة. وممكن اعمل التلات خطوط كل خط بس ازي ما اكسب عليهم القيم بتاعتهم. ده واحد واتنين وتلاتة. واللي بعده برضو واحد واتنين وتلاتة. واللي بعده وهكذا. تمام? طيب. يبقى اول حاجة عندي. عندي بوابة اند. البوابة اند اللي قدامي ده بتلات دخول. تمام? اكس واحد واتنين وتلاتة. فيها التاني والتلات منفيين. فانا عملت الدايرة المفرغة دي. وانتم طلع خارج مؤقت. ما بتش ناتج. ده خارج المؤقت اللي هو خارج المعادلة الصغل الاولية القص الاولين اللي هو اكس واحد. عندي اكس اتنين منفي. عندي اكس تلاتة. تمام? البوابة التانية بوابة اند. كان فيها الاول والتاني المنفين تمام الاول والتاني ايه منفين فاول مفتاحين انا خلت ان دايرة مفرغة على باعتبار انه بتمثل اللي هو المفاتيح او الدخول المنفية وبرضه بيسوي خارج مواقب وكتبت معادلته عليه اكس واحد منفي عند اكس اتنين منفي عند اكس ثلاثة البوابة التالتة كانت بوابة اند تمام برضو واحد واتنين وثلاثة كان ثلاثة اللي منفي فوجيت على مفتاح ثلاثة وفرغت كده معايا دايرة مفرغة بوابة اند. خلاص اكس واحد واتنين وتلاتة وكان اكس اتنين اللي منفي. يبقى المفتاح لفى النص خط لفى النص اه نفيته. طب بعد كده انا جمعت كلهم مع بعض طلعوا بها عبعضوا اور. يا خلاص فانا جمعت كل المخارج المؤقتة الموجودة عندي دي من كل بوابة من بوابات اند. جمعتهم في بوابة واحدة. خلاص لها بوابة اور عشان اطلع على الخارج النهائي بتاعي اللي هو والي. طيب ده الرمز المنطقي الخاص بدايرة التحكم او الخاصة معايا بالموجودة معايا في معادلة البولية اللي فات. قائمة التعليمات وده اخر طلب من الطلبات اللي بيطلبها مني. قائمة التعليمات دي تتعبارة عن اين? احنا اولنا دي بتبقى تلات اعمدة. العمود الاولاني الادرس العنوان. ثم التعليمات ثم الاتا او المعطيات الموجودة معنا. طيب. العمود الاولاني انا برقم ترقيمي عادي بعدد الخطوات او بعدد اللي انا بكتبها في البرنامج. ببدأ من زيرو 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 بعد كده زيرو زيرو واحد واكمل حد اخر سطر انا بكتبه. اخر سطر انا ايه? بكتبه. فده انا بكتب الاولاني وبعد كده بستكمله في نهاية كتابة قائمة التعليمات. بارجع بص معايا بقى. في بداية قائمة التعليمات اللي موجودة معنا هنا. انت هنا بتقول لود. لود مين? لود اي زيرو واحد. مش احنا قلنا تلات مفاتيح دولت اللي هما اي زيرو واحد واتنين وتلاتة? المجموعة الاولية كانوا تلات مفاتيح بس. هنا هستخدم اسلوب المسجلات الجامعية. هنا ان انا هعمل رصات. اول قوس كان اخده رصة. تلات مفاتيح. وتاني قوس رصة تانية. تلات مفاتيح. وتلات قوس رصة تالتة. وتلات رابعة قوس رابعة. وبعد كده بقول العلاقة بين الاقواس المختلفة بتاعت دي ايه? تمام? كل الاقواس مع بعضها يبقى انت هنا هتقول لي لود اي زيرو واحد اي زيرو اتنين اي زيرو تلاتة. دي اول رصة. طب رصة التانية. لود اي زيرو واحد. اند اي زيرو اتنين. اند اي زيرو تلاتة. دي تاني رصة. رصة التالتة. لود اي زيرو واحد. اند اي زيرو اتنين. اند اي زيرو تلاتة. دي رصة التالتة. الرصة الرابعة. لود اي زيرو واحد. اند نط. طبعا هنا بسد النط. لما يكون المفتاح منفي. تمام اند نط اي زيرو ايه? اي زيرو اتنين. اند اي زلو ثلاثة. يبقى ناس تخدمت كم رصة هنا? اربع رصات. علاقة الرصة الاخيرة مع اللي قبلها? انا كده قلتم رصتين مع بعضهم. اللي قلتم اور. يبقى اور في فراغ دي. اللي هو ناتج رصتين الاخارة. طب اللي طلع منهم مع الرصة الاب لها. يبقى كده تلات رصات. كمان اور. يبقى اور كمان. طب اللي طلع مع الرصة الاولية خالص للفضلة. كمان ايه? كمان اور. تمام? يبقى انت عندك ادي كده تلاتة اور. يبقى عندي هنا تلات بقوات اور. تلات بقوات اور اللي موجودين معي هنا دولت. بيبكونهم مع بعض. العلاقة مع انهم حيطلع للخارج النهاي اللي هو كيو سيرو سيرو. يبقى انا قدامي هنا زي ما بصنا هنا مع بعض على الشاشة. انا استخدمت هنا اسلوب المسجلات الجماعية في ان انا اخرج معانا في دايرة بتاعتي او دايرة التحكم واحصل منها على دايرة موجودة قدامي. طيب تعالوا نشوف مثال تاني كنا من الامثالة اللي موجودة معنا في نفس المثال اللي احنا كنا شغالين عليه. احنا بقى محتاجين نختصر المعادلة المنطقية. عشان اختصر المعادلة المنطقية في ابسط صورة. قال لي في نفس المثال السابق اول حاجة عندك عايزك تبسط المعادلة المنطقية. شفت المعادلة الطاولة العريضة اللي كنا كتبناها? لأ هنشوف هنستختصرها للفاترة الزمانية او في عبارة عن جزئية ادي ايه المداخل والمخارج الموجودة معنا طيب انا بسط هنا المعادلة المنطقية بتاعتي الابسط صورة وعايز كمان وعايز بعد التبسيط عايز الرمز المنطقي وبرضو بعد التبسيط عايز الرسم السلامي والمخاطط السلامي وقايمة التعليمات الموجودة معنا خلي بالك انا انا هستخدم القوانين ونظريات الاختصار يعني انا في شغل ده انا هستخدم النظريات والقوانين اللي استخدمتها في عملية الاختصار واللي تكلمنا علىها في بداية حلقتنا تمام طب تعال نرجع كده للمعادلة اللي كنا استخرجناها اللي فاتت ادي المعادلة المنطقية بتاعتها هي الموجودة معي عندي هنا اربع مجموعات لكس واحد واتنين وثلاثة خلاص ومعمولين لاربع مجموعات في العلاقات الموجودة عندها زي ما استخرجناها من التابل أو ترس تابل اللي عندهم المجموعات اللي قدامنا ديت لو جينا بصينا لأول حاجة أول خطوة لما اجي اختصر اي معادلة منطقية ابص على العلاقات اللي قدام يعني قوس قوس من دولار. هل الاول فيه مفتاح وعكسه? يعني فيه اكس واحد مسلا اكس واحد اكس واحد من فيه? او اكس اتنين اكس اتنين من فيه? او تلاتة وتلاتة من فيه? ليه? عشان لو كانوا كده والعلاقة بينهم اند هتبقى بصفر. هيبقى المجموعة دي على بعضها مسلا بصفر. يبقى انا اختصرت من البداية. تمام? طلو عندي مجموعة تانية. تمام? المجموعة تاني? هتبقى اخي كمان بصفر. يبقى اختصطي المجمع التاني. وهكزا. طيب. تاني خطوة ان انا بشوف. اشوف عامل مشترك ما بين الاتنين. ما بين كل قصين. يعني لو القص فيه تلت حدود. تلت دخول اكس واحد واتنين وتلاتة. خلاص. وقص تاني برضو نفس الكلام. اشوف فيهم محدين مشتركين. يعني مسلا لو خدت القص الاولاني والتاني. في اكس واحد وهنا اكس واحد منفي. لا مش شكل بعض. اكس اتنين منفي اكس اتنين منفي. ماش تمام. طب تلاتة منفي وتلاتة. لا برضو مش شكل بعض. ازا المشترك هنا حاجة واحدة بس. اللي اكس اتنين منفي. لا مش هينفع اللي اتنين دول مع بعض. طب نشوف الاول مع التالت. الاول في اكس واحد وفي هنا اكس واحد. معاي. طب واتنين منفي. واتنين مش منفي. لا. طب تلاتة منفي وتلاتة منفي. اه ينفع. لا يعني كده لو انا خدت اكس واحد. اندي اكس تلاتة منفي. خلاص عامل مشترك ما بين القص ده وقص ده. حيتفضل لي من القوس الاولاني مين اكس اتنين منفي وهتفضل لي من القوس التاني مين اكس اتنين المفتاحين عكس بعض اه اه ده اللي انا عايزه المفتاحين عكس بعض لت عشان هقول لي العلاقة بينهم لو ار حيبقى بواحد ولو كانت ان ده هتبقى بايه صفر تعالوا نشوف كنا عملت ايه خلت اكس واحد اه قلت اند اكس تلاتة منفي اتفضل لي من القوس الاولاني اكس اتنين منفي وتفضل لي من القوس التاني اكس اتنين طب انا نطيت انا جيت دلوقتي لما انتقلت من القوس الاولاني للقوس التالت. العلاقة اللي بين الاقواس ايه اور. انت حاطت اور في المنتصف. يبقى هنا دلوقتي اكس واحد عند اكس اتنين تلاتة منفي. افتح قوس اكس اتنين منفي هتفضل من القوس الاولاني. واكس اتنين هتفضل من القوس التالت. تمام? والعلاقة بينهم اور وقفلت. يبقى انا القوسين دول اختصرتهم لجزئة الاولانية دي. طيب القوسين اللي فضلين. القوسين اللي انا اخدتهم مش هرجعلهم تاني. تمام? يبقى انا افضل معايا التاني والرابع. القص التاني وقص مين? الرابع. فيهم حاجة مشتركة خطعة مشتركة. نشوف اكس واحد منفي. وهنا اكس واحد لأ. اكس اتنين منفي. واكس اتنين منفي. اه. وتلاتة. وتلاتة ايوة. معنى كان في حدين اتنين مشتركين هم. اللي هما اكس اتنين منفي. اند اكس تلاتة. طب هيتفضل هنا لما اخد العمل مشترك. اتفتح قوس. هيتفضل من القص الاولاني مين? اكس واحد. خلاص القص الاولاني هيتفضل معايا اكس واحد منفي. القص التاني اكس واحد. اصبح ايا هنا اكس واحد او اكس واحد ايه? منفي. مش اعنا عندنا في المعادلات اللي كنا اتكلمني عليها في البداية الحلقة. ان لو عندي مفتاح وعكسه. او مفتاح ومفتاح معايا منفي. والعلاقة بينه او ده بيساوي ايه? يساوي واحد. تمام? طب لو شلت القص ده بحال وكرة وحطيت مكان واحد. تمام? اللي هو اكس منفي ار اكس اتنين. طب الواحد في اي حاجة بنفس الحاجة. يعني وحد في خمسة بخمسة واحد في عشرة بعشرة. لما قول بقى الواحد مضروف في اكس واحد هتساوي اكس واحد اكس تلاتة منفي. تمام? طيب الا القوص الطاني اللي هو اكس واحد او اكس واحد منفي. طب العلاقة بينهم هنا او. ييب منفي عند اكس تلاتة. طيب. لو قلت ان انا محتاج أختصر تاني. هبص على اختصار تاني. الحد الاولاني. اللي هو اكس واحد عن د اكس تلاتة منفي. ايه مشترك فيه مع الحد التاني. لو بص ان هنا اكس واحد هنا مفيش اكس واحد. طب هنا تلاتة منفي. هنا مفيش تلاتة منفي. كالله قال له يبقى المعادلة دي الجيها بتآخرها. و هو ده الاختصار النهائي الخاص بالمعادلة بتاعتك. ازا احنا النهاردة لما باجأتكلم على المعادلة المنطقية بتاعتي هنا. انا ببص ان المعادلة لازم اكون عارف في المعادلة بتاعتي دي يا جماعة. ازاي ممكن اختصر? حاول عارف المعادلات. فاهم المعادلات الموجودة معايا. احاول ان انا اخد عمل مشترك قبل اي بعد مسلا ما ببص على المعادلة اللي قدامي. لو في اي علاقات اختصر قبل ما بدور على حاجة باختصرها من البداية. بعد كده ببدأ اختصر المعادلة اللي قدامي دي الابسط صورة تمام؟ في ان انا بحاول اخذ عمل مشترك حاول انقل بعض الحدود ما كان بعض بحيث في الاخر تديني اقل عدد من المداخل الموجودة معي يعني لو بسطل للنصر اللي قبل كده كان عندي اربع مجموعات كل مجموعة فيها وثلاث مفاتيح اند اختصرت في النهاية لمجموعتين اتنين بس كل مجموعة فيها مفتاحين اتنين اند او في دخلين اتنين ايه اند معايا ويمكنت المعادلة ديت ده الشكل النهائي للمعادلة اتطمن كمان ان المعادلة ديت ما فيهاش تاني اختصار حاول اخذ اي عمل مشترك او اغير اي حدود لو لقيت الدنيا خلاص معايا انا بحاول اقل العدد ممكن تكون ما يكونش هي الصورة النهائية ممكن يكون فيه صور اخر ولكن انت الهدف الرئيسي من اختصار دور مطقية انك تقلل عدد المداخل الموجود معايا عدد المداخل مش بس يا جماعة بيقلل كمان عن المداخل انا كمان في البرنامج لم اجاك تب برنامج اما اكتب برنامج ما انا بحتاج زينا زاكرة اما اكتب برنامج صغير زي ما اكتب برنامج كبير بيبعوضة الخطأ اقل تاني نقطة ان انا بحتاج الساعة التخزينية عندي للممري والزاكرة بتاعتي بحتاج الساعة تخزينية اقل فبالتالي المهندس الشاطر اللي يبرمج ان يكتب بعدد موجود او عدد جمل اقل موضوع مش موضوع فرد يعني ممكن طريقتين اتنين يدين لنفس الناتج نستخدم مسجلات مثلا خلاص عادية ومسجلات جمعية او تدالة التخزين ومسجلات جمعية لو استخدمت دي البرنامج دي ديني عشر تسطر طب لو استخدمت دي الديني مسلا سبعة تسطر خلاص لانا استخدم الهوة عم فيه عدد تعليمات اقل عدد تعليمات اقل ده بيكون افضل عشان انا بحتاج ساعة تخزينية للزاكرة بتكون عندي اقل تعالوا نشوف نكمل مع بعض بعد ما اختصرنا المعادلة المنطقية الابسط صورة ازاي منجيب باي الطلبات بنان على الاختصار الموجود معايا تاوي بس بس بسيط تكونوا عارفين يا حبيبنا انه انا مهم جدا عندي تراسطي بالجدول الاحتمالات مش هيتغير يعني الاحتمالات بتاعته هي هي احتمالات التحقق ما مش هتتغير معايا طبعا فبالتالي لو اجيب حاجة زي كده ولا معادلة زي دي طبعا وطلب حتى جدول الاحتمالات تاني هو نفس جدول الاحتمالات اللي كان في الحالة الاولينية هو هيكون جدول الاحتمالات في الحالة التانية لو جينا بصنا كده معانا المعادلة بتاعت اللي احنا كنا وصلنا لها ابسط صورة معايا قادي المعادلة هي تمام ي تساوي خلاص قلنا اكس واحد and اكس تلاتة منفي or اكس اتنين منفي and اكس اه اكس تلاتة تمام طيب لو جينا بصنا هنا الرمز المنطقة بعد التبسط هيكون عبر عين الاتنين دل مع بعض بوابة اند من مجونا من المفتاح الاتنين اكس واحد وتلاتة منفي والاتنين التانين بوابة برضو ايه بوابة اند اللي هو اكس اتنين منفي و اكس مين و اكس تلاتة تمام يبقى انا عندي هنا بوابتين اتنين اند والعلاقة بين البوابتين ايه اور تعالوا نبص كده على رمز بتاعي ادي بوابة اند الاولانية فيها مفتاح نورمال اوبن و اكس واحد و مفتاح نورمال اللي هو اكس تلاتة و المفتاح اللي هو اكس تلاتة منفي. يبقى عملت دايرة مفرغة. وطلعت خارج مؤقت. طيب. البوابة التانية. تمام? اللي هو اكس بوابة اند برضو. بس مكواني. مفتاحين اكس اتنين منفي. واكس ايه واكس تلاتة. ادي اكس اتنين منفي. واكس تلاتة. ودي الخارج المؤقت بتاعهم اللي موجود معي. تمام? طيب. علاقة اللي تن مع بعض ايه? اللي في نص علامة زي دهيت. اللي هي بوابة اور. يبقى علاقة المجموعة دي مع المجموعة دي اور. يبقى انا قمت راسم بوابة اور. تمام? واخد خارج البوابة الاولينية وخارج البوابة التانية اللي هو خارج المؤقت. عشان يديني الخارج النهائي اللي هو مين? اللي هو واي بتاعهم. وبعد الرمز المنطقي الخاص بالمعادلة المنطقية دي بعد عملية التبسيط. تعال نشوف الطلب التاني موجود معي. قائمة التعليمات بعد التبسيط. هنبص معي هنا. انا بقول هنا عندي هنا. حمل لود. مش كنا قيلين في عندك جزئتين اتنين. يعني عندي هنا لود موجود معايا كده. اللي هو موجود لود اي زير واحد. اند نوت اي زير وتلاتة. لان انك المفتاح التلاتة كان منفي. فقلت هنا اند ايه? اند نوت. طب لود نوت المفتاح التاني اي زير اتنين. اند اي زير وتلاتة. انا كده حملت رصتين. ادراسها الاولى مفتاحين ورصت تانية مفتاحين. طب الان لقب الرصتين ايه? اور في فراغ بتساول خارج كيو زير ازير. معنى كده ان ان انت استخدمت هنا اسلوب المسجلات الجماعية. في المسألة لو طلب مني اسلوب برمجة معين خلاص يعني استخد استخدام المسجلات الجماعية يبقى انا هشتغل كده. لو كان طلب مني ان انا هعملها باسلوب المسجلات اودالة التخزين. كنت اضطر اطلع خارج مواقع. يعني اقول لود اي زير واحد اند نوت اي زيرو تلاتة تساوي ام زيرو زيرو. لود نوت اي زيرو اتنين اند اي زيرو تلاتة بتساوي ام زيرو واحد. لود اي ام زيرو زيرو او ام زيرو واحد تساوي كيوزر زيرو. يبقى انا هنا بكتب انا بس بستهد. بس اللي وحستم ان المسجلات خلاص او ده للتخزين كانت هتاخد هنا عدد اسطر اكبر من دي. فبالتالي لو طلب مني في سؤال من الاسئلة وما كانش محدد قائمة التعليمات اعملها باي طريقة من الطرق انا ممكن هنا عشان اضمن درجتي وبيبقى معانا متسع من الوقت في الاختبار ان شاء الله بامر الله اعمل الاتنين. اكتب باسلوب المسجلات. واعمل باسلوب المسجلات الجامعية. وده مش هنقول ان هو لا هو ضمانا بس النهاردة انا من اجدهم النموذج اللي هو الاجابة هيكون في ايه? انا كطالب ببقى عايز احصل على على درجات. فبالتالي انا محتاج ان انا احط كل حاجة في الورقة وان شاء الله بامر الله جميع المصاحين ما بتسيبش حاجة في الورقة الا ما بيتم تصحيحها والطالب ياخد حقه بزيادة كمان. تمام? ومش بس نقول بزيادة طبعا وكل واحد بياخد حقه بما يبد الله بقدر المستطاع بامر الله. تمام? لان كل مرحلة الخطأ كل ده وارد من اي منظومة. طيب. نقطة تانية هنجي للرسم السلامي بعد التبسيط. الرسم السلامي زي ما تشبين قدامنا هنا على الشاشة هوات. انا كان فيه مفتاحين اتنين انت. ادي مفتاحين اتنين انت اللي هو اي زرو واحد و اي زرو تلاتة وكان تلاتة منفي. وكان توازي يبقى خط تاني مفتاحين اتنين تانين انت اللي هو تلاتة والاتنين بس اتنين كان منفي. جمعت الاتنين مع بعض عشان يديني الخارج اللي هو كيو زيرو ايه كيو زيرو زيرو. طيب يبقى ده رسم السلامي. اي اللي موجود معايا او الخاص بالدائرة بعد التبسيط. تعالوا نبصوا كده على او قائمة التغبقات او معادلة تانية بالشكل اللي قدامنا هنا. المعادلة دي برضو في حالتين اتنين جدوى لهوت. مثال تاني. ميديني حالتين اتنين والحالتين اللي تندروا بيسوها. بنفس الطريقة حستخرج المعادلة المنطقية الموجودة معايا هنا في الدائرة ديك. ومحتاج هنا المعادلة المنطقية ورسم السلامي وقائمة التعليمات اللي عندي خاصة بالبرنامج. تعال نشوف كده المعادلة اللي موجودة عندنا عبارة عن اين. انا طلعت هنا تعبير المنطقي من الجدول بنفس الطريقة اللي استخرجناها قبل كده. يعني قلت هنا بتسوي اكس واحد منفي. عندي تلاتة. عندي اتنين منفي. احنا قلنا كان عندنا حالتين اتنين كان الخارج كان لهو حالتين اتنين بواحد. قلت بقوم كاتل تلاف علاقات اللي هو واحد واتنين وتلاتة والعلاقة بينهم اند. تمام? وبعد ما بين اند ابدأ اشوف. لو عندي علاقات دخل بصفر. يبقى الصفر ده بحطه بفوق ايه? منفي. لو عندهم مثلا مفتاح بواحد. يعني بحطه ايجابي ما حطش فوق اي شرطة قدام هنا. كان المجموعة الاولية كانت زيرو زيرو واحد. فبالتالي قلت اكس واحد منفي عند اكس اتنين منفي عند اكس بالرمز ده او بالرمز الاتنين بيعبرهم يعني تمانية او نقطة بيعبر عن انت سبعة او زائد بتعبر عن مين عن اور كتبته بالصيغة دي او بالصيغة دي الاتنين صح ان شاء الله طيب الجزئية التانية عايز هنا الرسم الرمزي للدائرة المنطقية الرسم الرمزي للدائرة مين للدائرة المنطقية الرسم الرمزي للدائرة المنطقية احنا قلنا فيه بوابتين اتنين البوابة الاولينية جماعة او المعادلة الاولينية كانت بوابة اندي بتلات مداخل اكس واحد واتنين وتلاتة. وكان فيها المفتاح اكس واحد واكس اتنين كان الاتنين منفيين. فقمت عامل هنا دايرة مفرغة على واحد واتنين. وانتو بطلع خارج مؤاخت وقلت بكتب عليه المعادلة بتاعته. طب البوابة التانية الموجودة معايا. كان القصو التاني اكس واحد اندي اكس تين اندي اكس تلاتة. والتلات مفتيح كانوا للتلات مفتيح. ده اعتبر ايجابي. ما كانش فيه حاجة اكس تات. ممكن زي ما انا عامل كده موجود على الشاشة. اده انا افرع من الخطوط الرئيسية اللي هي واخدة مسامة واحد. او ممكن زي ما بقول لكم. وده ممكن انا ما اعملش الخطوط الجنابية دي. واكتب برضو تلات مفتيح عمل تلات خطوط. واكتب على دي برضو تاني اكس واحد ودي اكس اتنين واكس ايه تلاتة. ولا خارج. طب بعد كده احنا قلنا علاقة الاتنين مع بعض ايه? الاتنين مع بعض اور. وانتم جمع الاتن دول مع بعض اهمت وعملتهم بوابة اور وطلعت الخارج اللي موجود معايا اللي هو واي. تمام? يبقى دي قدامي ده الرسم الرمزي للدائرة المنطقية. شوف طالب تاني من المطالبات? عايز الرسم السلامي. ابسط ما يمكن زي ما اتفقنا. القوص الاولين تلات مفتيح اند على خط واحد. اكس وايه زيرو زيرو. ايه زيرو واحد وايه زيرو اتنين. اول مفتاحين كانوا من فيين? في خط الشرطة الميلة. بعد كده في تلاتة اند تانيين هم هم انا مفتيح اي زيرو زيرو. اند اي زيرو واحد اند اي زيرو اتنين. تمام? تلاتة اند. والعلاقة بالاتنين اور فعملت كل واحد على خط جمعتهم الاتنين توازهوا. عشان طلع الخارج ايه لو ايه? ايه? كيو زيرو زيرو. تمام? يبقى ده برضو الرسم السلمي للدائرة السلكية الموجودة معايا. تمام? طب السيد دارة السلكية هنا. انت استخدمت هنا ايه? استخدمت اسلوب المسجلات اللي هي ايه جامعة? تمام? لان انا هنا ما استخدمتش اي ماركرز. ما استخدمتش حتى في رسم انتها ايه ماركرز. ازا قيمة التعليمات اللي موجودة معاك لازم تكون مكتوبة بنفس الطريقة دي كده. يعني انا نهاردة قلت هقول ايه? هقول لود. خلاص لود نوت اول عندي مفتاحين كانوا مفتاحين صح? فبالتالي انا قلت هقول هنا لود نوت اي زيرو واحد. اند نوت اي زيرو اتنين. خلاص اند اي زيرو تلاتة. تلاتة ما كانش منفي. تمام? طب ورصة تانية. تلات مفتاح كانوا تلاتة مفتاحين. لود اي زيرو واحد. خلاص? اند اي زيرو اتنين. اند اي زيرو ايه? تلاتة. العلاقة بين الرصتين مع بعض ايه? اورف فراغ بتساوي الخارج بتاعي كيو زيرو زيرو. مع مرعاة ان انا بحاول التزم بقدر مستاعة جماعة بالرموز اللي انا حططها. يعني الرموز اللي احطها على الرسم السلامي هي تبقى نفس الرموز اللي حططها في قيمة التعليمات هي نفس الرموز اللي موجودة معنا. يعني لو كان خالب بعض الوقت في بعض جزئيات ممكن يبقى تقابل تعدلها ان شاء الله تكون فاهمينها بحيس ان نفس الرموز اللي عندي هي اللي على كل الدوائر ان شاء الله بامر اللهم. وعندنا الناس اللي في مواضيع الامتحانات بيكون بصراحة بياخد بالهم من الحيطة ديات وبيكون بيحط التعليمات بحيس ان النهاردة حط الرموز ان كل الرموز الموجودة قدامي على الدايرة بتكون الرموز ديت واحدة بحيس جميع الطلبة بالكامل تحل تستخدم نفس الرموز لان انا متاح للطلب ان هو ان انا ممكن هنا بيقوم فرض ببعض الدخول يعني بيقول لي بفرض ان ايكس مثلا واحد ده اي زيرو زيرو ممكن واحد تاني يقول لي لا ده اي زيرو واحد فعلا عشان نوحد نموز الاجابة واحد اجابات الطلبة رموز البرمجية غالبا ما بيكون موجودة على المخاطط السلك الكهرابي اللي بيكون في الامتحان بتاعنا او في بعض التطبقات المختلفة ولكن احنا بيحطها في بعض الكتب او موجودة في بعض الكتب بحيس ان النهاردة الطالب يتعود لو ميديك رموز كهربية انت بتحولها ازاي الرموز برمجية وتفرضها ولا متفرضها ازاي بالزبط او لو ميديك رموز برمجية بشكل مباشر بس تشغل بها بشكل مباشر في الطلبات اللي موجودة معنا فبالتالي انت النهاردة لابد ان تكون تعلم ازاي تستخرج الموجود معايا دايما في كل دوار التحكم الكبيرة هنا بيطلب معايا لاربع طلبات دولة يطلب هنا المعادلة المنطقية تمام? هيطلب منك تاني ممكن زي ما قلنا بعض المخطط الرمزي او رسم الرمزي خلاص المنطقي ممكن بيطلب من الرسم السلامي ممكن تقايم التعليمات ولكن زي ما اتفقنا مع بعض لو ما كانش محدد تقايم التعليمات باي اسلوب من اساليب البرمجة ممكن لو معايا متاسع من الوقت اعمل اكتر من اسلوب بحيس اضمن الدرجة كاملة ان شاء الله بامر الله طب تنشوف طبيق تاني من التطبقات اللي موجودة معنا كده من التطبقات التحكم اللي عندنا ده مثلا هو برضو دايرة من الدوار اللي قدامنا ده مدين هترصيب الجدوى الاحتمالات في جدوى الاحتمالات اللي قدامنا ده بيكون في تلت دخول والتلت خروج والتلت خروج قدامي بوحاية ده امت ازا انا الخارج واي ادي واحد ودي اتنين ادي تلاتة ازا انا دلوقتي هيكون الخارج بتاعي هيبقى اسمه واي وعندي كم قوس? يبقى فيه تلات اقواس. القوس الاولاني خلي بالك ده بواحد. وكانوا التلاتة اصدوا بصفار. ازن التلاتة هيبقوا منفيين. وقوس التالي اللي هو التالي ده بواحد. يبقى اللي في النص كان بصفر. يبقى اللي في النص هيبقى ايه? هيبقى منفي. والاخي والقابل الاخير ده برضو بواحد. الاولان اللي بصفر. يبقى ده هيبقى منفي. عايز نفس الطلبات اللي اتكلمناها في المساء السابقة. عايز المعادلة وعايز الرسم الرمزي. وعايز التعبير السلامي وعايز قايمة التعليمات الموجودة معنا. طيب. لو جانا بصنا كده لأول جزئية. انا مشاول لك انا وعمل لك علامة حمراء على العلاقات اللي فيها بواحد. انا دي اللي بتهميني. بس انا طبعا مش عمل علاقات الحمراء دي انا بشتغل في الشرح او بعمل من القايمة بتاعت. انا ببقى عيني من الخارج اللي الخارجي فيه بايه? بواحد. طيب. قولنا هنا هيبقى فيكم قوص. تلات اقواس. القوص الاولاني. عشان ده يبقى بواحد ازلزم التلاتة دولات كان theme منفيين. عشان هم صفر. لما الصفر دا فيه بقى بواحد والصفر تونا فيه بقى بواحد. والتالي بقى بواحد. والتلاتة بقى بواحد. وعليا قد انترج بتاعي بيسوي اية واحد. احنا بنقول بمبساط على نفسنا. ولما يبقو تلات دخول نقول اكس واحد عند اكس اتين عند اكس تلاتة. وارجع للدخول تاني اللي صفر اعتبره منفي واللي واحد اعتبره مش منفي. تمام? هنا التلاتة بصفار يبقى التلاتة منفيين. يبقى حطيت فوق اكس واحد شرطة واكس اتين شرطة واكس تلاتة ايه? شرطة. القص التاني. اللي هو الواحد اللي هو التاني جزء ده. طب ماله. ده برضه هيبقى اكس واحد عند اكس تين عند اكس تلاتة. طب مين اللي اولاني اكس واحد مش منفي? سبته زي ما هو. واكس اتنين منفي. انت عحطت فوق الشرط. واكس تلاتة مش منفي. سيبته زي ما هو. يبقى اكس واحد عندي اكس اتنين منفي عندي اكس ايه تلاتة. القوس التالت برضو اكس واحد عندي اتنين عندي تلاتة. طب الاولينية بس اللي بصفر. يبقى الاولينية هي اللي تبقى منفية. اكس واحد منفي. عندي اكس اتنين عندي اكس ايه تلاتة. طيب. شوف معايا كده الرسم السلمي. ادي اول مجموعة هي تلي هوا التلاتة اقواص للمالكس الاولاني تلاتة انت الخط الاولين هو. آي زير وواحد آي زير واتنين آي زير وثلاتة التلاتة منفيين. انت عاملت التلاتة فيهم شرطة ميلة اللي انتشايفين هادين. طيب بعد كده ينت واخد خطي من جديد توازي ارت الاس تلاتة مفاتيح تنين انت. عملت تلاتة مفاتيح لانت. واللي في المتاصف بس هو يلي في النص هو يلي منفي. خلاص? وقمت ايه خط التاني? اير. ايش مسلا المفتاح بتاعي كمان تلات مفاتيح منفي تلات مفاتيح موجودين معي همت تمام والتلاتة دورة معي المفتاح الاولاني بيكون منفي تلاتة بعد كده مع بعض كلهم بيديني الناتج بتاع ايه اللي هو الخارج بتاعي قيمة التعليمات والرسم الرمزي احنا برضو اتكلمنا هنا الرسم الرمزي تلات تلات بوابات والتلاتة بقى راعي فيهم المفاتيح المنفية وباخد الخارج كلهم مع بعضهم بيديني الناتج بتاع ايه اللي هي بوابة اور عشان اديه من الخارج النهائي. قيمة التعليمات باستخدم هنا بسلوب المسجلات الجمعية. بعمل تلات رصات نفس المسألة اللي فات. تمام بس براع اللي منفه اللي مش منفه تلات رصات. والعلاقة بين كل رصة والتانية اور. يبقى هناها بيكون عندي التين اور الفراغ. بتساوي الخارج كيو زيرو زيرو. احنا بكده استعرضنا النهاردة اختصار الدوائر المنطقية. وازاي انا النهاردة عرفت بعض العلاقات المنطقية الموجودة معايا. وبعض المعادلات اللي بستخدمها في عملية الاختصار المختلفة. وكان هدف رئيسي من عملية اختصار الدوائر المنطقية ان انا قلل عدد للمتخلات وعدد المخرجات عشان اسهل دائرة التحكم وسهل اكتشاف العطال وعملية الصيانة وقلل التكلفة الخاصة بمنظومة التحكم. وان شاء الله بامر الله موضوع جديد من موضوعات التحكم المنطقي المبرمج في حلقات تريب امر الله. واستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته